مرحبا بيكم في الحلقة الأخيرة من مسلسل أولفة في تونس الحلقة الأخيرة لنختمها في دار حميتي لقد قررت أن أدخلت للكوجينا وقلت نعمل فطور بما أني ديما بحديها نطلل معنى على التريكن ونعرف اللفاحات وكل نجم ندخل سينوم نجم ندخل كوجينا وانا منعرفش تريكنها المهم هنا لدينا تريلية يحب الأكثر الصغار وليس مجمع ايضا تريليا تريليا تريلية تقشرتها ونظفتها وانا نضيفتها قد نقوم بترفضل مقلي البطاطا نقشرتها نضيف بطاطا تونس وحدها قدمتك لها لا تكحال لا تحمر لا حتى شيء من شاء الله تقعد بيدها ومنظرها ومطعمها اخرى نضيف بطاطا قشرها وقصتها وقصتها ونقصها لميلاكية أو طويل يجب أن يكون في المقلي جو على خضرتنا و جونا يجب أن تعرف أنك لا تخرج شيء فيها مطعم يجب أن يعيشون مطعم الخضرة الخارج يجب أن يتحدث معي الزيت يحمى ورمينا البطاطا نضيف البطاطا و البطاطا التي ترميناها في الزيت قمنا بها بالوقت نحركها لتصغر كل الأسطى لا تلصق بعضها من بعد ثم لا تلصق بعضها نحركها الحوت فلفل أكهل فلفل أحمر ملح فلفل أكهل فلفل أكهل فلفل أكهل كمون كمون ثوم يكون على ذلك ثوم شيح ثوم أخضر زوز سنون ثم نخلط كل الوفاحات نخلط كل مع بعض ثم نحن نخلط كل ملافين الماء يهبط لي في الحوت ونفوح ونصفي لكي لا يترشق من بعض ونضع البطاطا قريبت تحرق البطاطا طولت فيها وهي الطيب البطاطا هنا تحمر من برد وقعد ناية من داخل تبدأ قريبتك حال من برد ومزلت ناية من داخل يجب أن تطيبها على نار هادية وتأخذ وقت ودب ما تبدأ حتى تحمل وقتها تجري وتهبط لكي تحاول تمنحها ولم تجيش كي متع تونس واللي يعرف البطاطا في فرنسا تشبه البطاطا التونس يقلي عليها كما نحكي لكم ونقول لكم العظم متع تونس وفيرين التونس وحده فما زوز كومنترات في التعليقات قالوا لي جرب فرينة فونسين ونسيت نوع العظم محاسير وقالت لي عليه أعرف أن أذهب إلى المجازين دوب مرة واحد لفرنسا ومشيت المجازين أخذت الفرينة كادما استعمالها فونسين لكثريها وقالت لدي وخذيت الفونسين وخذيت العظم وقلت برحة نعمل كما قالت ومهوش كيم متع تونس هاني جربته ومهوش كيم متع تونس العظم ومشترات الفرينة ومشترات الفرينة وقالت لديها فرينة خفيفة في الحلويات تعدها فرينة لا ونحن نتعامل بصفة الكروية و تقوم بمضاء مزيد و نحن 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 نتحق بلوقت و نحن 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 نتحق بالوقت و نحن نحن نقوم بارد لقد اضعتها بارد تطبخ عندها نفس ويد في الماكلة ونحب نحصل على وصفتها نحب نحصل على وصفتها كل شخص يأتونها نفس يديتك ويجبت ادخلت لك الحوت قشرت القرعة الاخضر تقشيره صغيره من بره الفلفل كيف كيف اخسلته قصيت القرعه الأخضر والقرعه الأحمر نحبه في المقلي على الأخر نضيف الحوت قبل أن نقليه نحضر الفلفل و نضيف الملح و كروية و نضيف الملح و كروية و خلطهم في وسط الملح و نضيف الملح و اكمل صغيره نضع الطماطم لتسيب الزريعة نضع القرعة الأخضر و نضع الرشاة الأخرى و نضع الفلفل من الأول لن يتشتش عليها من الأول و نضع الفلفل و نضع زيت بارد و وقتها لا يتشتش عليها قبل ملع في الزيت و لن ترشقه و نضع الفلفل نفيد فلفل نضع الماء و نضع الفلفل و نضع البرمات لا نضع الفلفل على نار قوية نضع الطماطم على وجه الطيب ونضع على وجه الطيب ونضع على وجه الطيب بشكل الثوم والتابل والملح والكروية يلسقوا في الوجه وطول انهبطهم يقعدوا غادي يتشربوا النكه وهم على وجهه غادي وكي نقلبها على قفاها كله ينجم يهبط بالزيت ما ذاك تفكيري وكل واحد كيفيش بتبيع اللوجيك متاعه خاصة ان امل تموت على القرعة في المقلي وبنته ازدكي قيبي تحرق طيب سيكملنا وقت هنولي نحط الحوت نحطه بثلاثة كعبات على كبر القليه بش يخضوا راحتهم ويمسهم الزيت متراكن الكل وكي نعبيو القليه بالحوت نولي ومعاش نجموه نقلبو كعبة الحوت تتفتت كي نقلبوها تتفتت وطاوة بش نجد تريليا نلف تريليا ونحطها في بلاستر نظلي ونكمل نقلي بنفس الطريقة نوسع بادي في اللفين الفيرينة نحطها في تريكن الكل وعليش الفيرينة ونظلي نحط الفيرينة ونظلي التريليا والنظلي نحطوا لهم الفيرينة بش ميتفتفتوش في القليه نقلبوه حتى على ظهرها خطر الكعبة كبيرة وعلي مين وعلي صار ونبعد على ظهر والطماطم سيبون صيح مارة نقلبها تاوبة تكامل الطيبة على قفاها مرة نعمل سوس ومرة نعملها بالطريقة هذي سيطا بالنظلي انهبتوه وهكا باش تتأكد اللي الحوت متاعك طايب من داخل ولا لا تاخد سكينة وتنقب فيه نقبة صغيرة حاول بسكينة كي يعملوا نقبة في الوسط وين الكرش وشوف كان وصلت للسلسول ولملقيتش فم حمورية ولا حاجة فيها برشة ماء راهو صبع طعب وكان لقيت حمورية متعدم ولا لقيتشوية ماء لداخل ولا لونه مزال نايم معناه من داخله وكذا هر نايم مزلت مطابش هاكا هوا طاوة القليه الأخرى نحط فيها رشة تريليا والقليه هذي كتكمل السردينة الهشبيني انا اليوم النظر لي ونكمل التريليا فيها وصيي كملنا اتباق بتاعنا والمقلي بتاعنا حذر ويحد قال يعمل ستوك الملحوت قبل ما يروحه ويتمتع بمطعة ملحوت متعانة وهذا نهار القبل الأخر وهذا نهار الاخريني نهار الاخريني صباح نحنا روحوا العشاية وهذا الصباح حطت لفطور الصباح وانا معينيش وانا معينيش في فطور الصباح نحس في كعبورة هكا وانا معينيش الرواح فحكية المحولة وانا معينيش نحن اضعنا أملية وحشمية والزيت زيتونة وكذا جاءوا حصلوا الكل وقبلها حصلوا وقبلها نقبلها وقضينا واخذنا نطنيه وإطلاقنا لجدنا دلاع لفطور الصباح عن النظر وفي تونس كان هذا كذلك ونعرفوه دلاع لفطور الفطور وانا نحظه ما شاء الله في المكلة ما شاء الله في أن تأمل شي خط عليه ما تهم شيء مخطأ و تقص و تقشوم و تطلع مخشو any القلوب تعثر أقبله و ترمجه ut و التجوم هيا و هيا وبعد ذلك حضرنا مغازاتنا و للعشية كهاء و حضرنا مغازات و قلوبنا لكل غادي حضرنا اللغة وفمتك الإحساس متاع يحب يروح التركينت وداره وكل في نفس الوقت ميحبش يروح على أهله وبلاده وقت يتناحى الإحساسة كي تبدأ فيش طرط نية في الطيارة تبدأ صاية تستنى وقت تهبط الطيارة وترجع لدارك وتركينتك وتبدأ حيات متاعك اليومية والعادية وكهوة ذي كهوة ميدومحا هوني وقت لي نستنى والانتظار جابونا الكيران ونستنى ومشيوا للطيارة بالكيران ومع الغروب كهوة جي مع غروب الشمس ليه ياهوة وطلعنا مع غروب الشمس وصلنا في غروب الشمس في النار نشوف في بيننا هو غربة الشمس وصاية ترى مشاة هلأ حصلت معك بقيت السفراء تقريب في الغروب نخلت مع الغروب قد قد ها هاوة ههوة وخلطنا في الوقت هذي هاكا هاوة وخلطنا للمطار وشدي نطنية للمرويح قبل أن نذهب إلى تونس أخذت حسابي أخذت بطاطا فريت مكنجلة وخضيت بطاطا فريت مكنجلة وخضيت خضرة خلطة مكنجلة نضعها في القلاية والأخرين في الفور ونحن تعشينا ويمنحية وعاش المنغدوة ومراعني إلا القلاية نلقى فيها واحدة نلقى فيها الخضرة نلقى فيها الحم وين ماني نخريني بشراوح فيه التونس مخي مشفوقي ما ثبتش اللي هو بالحم ما فقد كان وين نشم في الريحة وقلي طيبت ونشم في الريحة قليت لوحته وبزعته الكل وجب ربي عنا البوصان باني والبطاطا فريت وهذا في إطنية المرويحة ما يبعدش المطار على الدار حكيت عشرين دقيقة مش برشا والدنيا فارغة تقول لحيالي من تنادي صبحوا لي له تقول وحدنا نعيشه وهذه الخضرة اللي قلتلكم عليها وراني ليه ونصور فيها بكل ثقة في النفس يعني مني شرا فيه الحم ومن باقرة على الباكو بثبتش وماشي في بري حاطة في بري حاطة في مخي لفملي بالباكو هكا وفملي بلايش يخذيته على كون روه فريحة مسرورة يهني ثبت وما فماش ما فهمتش كيفاش تعدات علي يلي ونخلط وما ثبتش حتيت له الزبدة وحتيت له الزيت وخليت له يتقلى وهذا البواسان باني والبطاطا الفريط وطاوة عادة شميت الريحة وطلعت وهو كاللحم صغير بكي شميت الريحة في الدار شرطتو ووحتوه وقعدنا كين البطاطا والبواسان باني وهذا الفيديو متاعنا كين لليوم شرطتوها 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 ومسفة اخرى وبسلمة اخر لها هكا هوا امل قفلت ما نزيد حتي كلمة بعضة مسلمة